السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله نعرض هعمل معكم سمية كيكس او كبت صغيرة كيك من الضيت بحاجة سهلة خلص مفيش ولا زيت ولا جقيق ولا سمن ولا اي حاجة. بنحتاج سبعة موز. عنجي هنا ثلاث معلق سكر كبر. طبعا السكر ده ممكن تحطي سكر ضيت. استغنى عن السكر العيجي بسكر ضيت. عشان هي اصلا معمولة للضيت. وعنجي هنا اثنين كبات زباجي. زباجي بلاجي عيجي. وعنجي هنا مجد كبات كبيرة بز هند. ده ما احنا شايفين بز هند يعني. وعنجي اتنين بيضة. عليهم فانيليا. وعنحط عليهم معلقة معلقة شاي كده صغيرة. بيكين جبادر بحطها على الجز الهند. وبتجي على الكيلة وضعمة. بنزل بالسكر. بجيب بولة كده. بنزل بالسكر. بحط عليه البيت. نضيف المدرب كهرباء او المدرب اليدوي. نضيفه قليلا. نضيفه قليلا. بس ما ربي كده لحد ما ديجي وصل للمشيكا اللي احنا شايفين. بنزل بكباتين الزباجي. كبات تانية. وبربي طبعا الزباجي مع خليط البيت والسكر. حانجي هنا البيت للموزة. الموزة طبعا اهم الشرامة. بهرسها. بهرسها شوية كده بالسكينة. عشان هنضربها مع الخليط. هرستها شوية كده بالسكينة. بنزل موزة الطعام. نضيفه نضيفه اشتركوا في القناة نضرب ترموزة مع الخليط بنزل بكوبية بوز الهند اللي عليها معلقة بيكينج بوتر وبضرب ترموزة نضرب ترموزة مع الخليط 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 نضرب ترموزة من الخليط نضرب ترموزة مع الخليط نضرب كوية نضرب كوية نضرب كل جميع مية وستين او مية واربعين. لحد ما الكيك بتاك. هي اخد لون دهبي. بعد كده اطلعها. ان شاء الله بعد ما اطلعها من الفرن همريها لكم. ده شكلها. اجي الكيكة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. واخد لون زي ما احنا شايفين. طبعا باسيبها تاهدة شوية. وبعد كده بقلبها. سخنة. احنا شايفين شكلها. شان سخنة طبعا متقفيت واني حاجي. شكلها. تمام بالروح كده بتقطيعها. نحنا شايفين. نجيب كيكة اللي احنا عملنا. طعمها جميل جدا. طبعا بوز الهند مع الموز. اعمل طعم روعة. جربوها ان شاء الله تجيبك وتنفذوها. ده ما اجابتكم. ما تنفذوش تعمل لكم انتوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر